رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يطالب المجتمع الدولي بوضع خط أحمر لبرنامج إيران النووي الهدف إلى تطوير قنبلة نووية على حد قوله الآن إيران وصلت بشكل جيد إلى المرحلة الثانية وبحلول الربيع المقبل على الأكثر بحلول الصيف المقبل معدلات التخصيب الحالية التي أنهوها بنجاح في المرحلة المتوسطة وانتقلوا إلى المرحلة النهائية تبقى أمامهم بضعة أشهر وربما أسابيع قليلة قبل أن يحصلوا على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لأول كنبلة وشدد نتنياهو في كلمته على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قادرتان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي